موضوع موضوع حضراتك هتقول تحب نعرض ايه وتحكي عنه هنعرض بس فلاشة فلاشة دي سلبيات هي فلاشة واحدة اه اه فيديو فيديو اه اه طيب ماشي حضراتك ممكن اول فيديو هي سلبيات سلبيات انا رصدتها ورا بصور بجمع الرشز ده ومعلم عليها مشاكل بين حضراتك دير اتفضل بلغي الكنترول قل لهم اول رقم واحد اول فيديو وزارت الدقلين شايفين دي المساكن الجديدة بتاع الجيش اللي عملها شايفين عاملت زي شايفين الشارخة ايه يعني حاجة دي بس ماحد يستكنها يعني كمان شايفين بص تعال وخش دوك بص أخش الداخل ياسم الله الرحمن الرحيم غلق دا عشان شغل بسرعة متسربعة خش دوك شايفين الشارخة ايه شايفين تشايفين ده التشطيب ده محد يستكنها ديه يا شباب ايوه بص المصب بص عتسلم ده لسه جديد المفروض ده 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 بتزمة ده ده اسكان شباب جديد يعني يعني ده ده منظر اسكان شباب جديد تحيا مصر ده يا فندم ده مشروع عشان بس نبقاش بقول كلام مرسل ده مشروع دهشور الاسكان الاجتماعي والاصمرات الاصمرات الواجهة واقعة ده ما كملتش كم سنة والواجهة يعني مش الناس اللي هيكسروها ومشروع دهشور في ترميم في الاساسات مش بوية او رطوبة فده لازم في فيديو تاني معلش نستسمع حالك نشوفه ده منتشر على السوشيال يعني انا اللي هيكسرو الطبور في العالم او ثوع جنس وحاجة يعني اذا هو الجيد يخصني خرش خ Leslie هيا يا ابني يا حبيبي تعالى أخذ أداية يا ابني أخذ أداية في الزلسك هتصور يا ابني أخذ أداية يا ابني أتصور يا أدموت تعالى أخذ أداية يعني أنا بس عشان المقصر يتحاسب عن هذه المشاريع طبعا حداكوا شفتوا الفيديو الفيديو الأولاني والتاني عندك تامر تاني عندك لا خلاص بقا كده خطر حضراتكم تفرقتوا على الفيديو يعني وصدقتوه وكان فيه معانا ناس خبر في الإعلام وصدقوه الفيديو ده مش حقيقي الفيديو ده أنا عمله كل المباني والشروخ دي متركبة بنستخدم التقنيات الحديثة علم وفن وتكنولوجيا حسنا 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 هناك طرق من هذه كثيرة يستهدف بها المواطن المصري للإختيال ونفسيا يعني بالتوازي مع الإختيال الجسد الذي سيحدث في الإرهاب أو ما شبه هناك طرق كثيرة من هذه هنتفرج على هذا المواطن المصري وهنوري أمثالة تانية كمان يعني أمثالة تعمل كيف أفضل رقم ثلاثة موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 هذه طريقة طرق الاحتيال القيامة ويستهدف بها على من الشر ويستهدف بها المواطن المصري. طرق كثيرة من دولة